السلام عليكم ورحمة الله انا محمد علي وده فيديو جديد جبتلك احدى السوفتوير لاجهزة اكس بوكس سواء اكس بوكس سيريز اس او اكس بوكس سيريز اكس السوفتوير الجديد سوفت يعتبر تغيير في اجهزة الاكس بوكس تغيير للافضل عشاء اجهزة اكس بوكس بيطالبوا مايكروسوفت من فترة بتغيير وجهة المستخدم علشان تبقى احدث واشيك وده اللي حصل فجأتنا شركة مايكروسوفت في الايام القليلة الماضية باحدث سوفتوير تغيير كبير حصل في وجهة المستخدم بيت افضل واحسن بمميزات كتير وده اللي هنتعرف عليه من خلال الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هنجاوب في البداية هنتعرف على اصدار السوفتوير اللي موجود معنا ندخل فيه بننزل عند سيستم وبعد كده بندخل فيه كونسول انفو وهنا عندي اصدار السوفتوير اللي موجود معنا 10.0.22621.4918 ونبدأ نتعرف على المميزات والإمكانيات الجديدة في السوفتوير الجديد او التحديث الجديد زي ما واضح قدامك ان وجهة المستخدم في اجهزة اكس بوكس اتغيرت تماما وبقت اقرب لوجهة المستخدم في ويندوز 11 بقى فيه خلفية دينماكية موجودة عندي في وجهة المستخدم وبمجرد ما بتقف على اي مربع بتظهر الخلفية دي عندك على وجهة المستخدم كمان عندي المربعات اللي موجودة زي ما واضح قدامك ان المربعات حجمها بقى اصغر من الاول واصبح فيه مسافات بينها علشان تقدر تباني الخلفية اللي موجودة في الضحر فده تغيير مهم مش بس كده ده الإقلاع في اجهزة اكس بوكس اسرع 50% من الاصدارات اللي قبل كده يعني النهاردة الجهاز بيفتح معاك بسرعة اكتر من الاول عندي من المميزات اللي موجودة في وجهة المستخدم الجديدة هتبص تلاقي ان بقى فيه رموز ثابتة موجودة في اعلى الشاشة من فوق اللي موجودة عندنا دي ايكونات بيضة بتبقى موجودة من فوق تقدر توصل لالعابك وتطبيقاتك تقدر توصل للمتجر وتقدر توصل للجيم باس وهنا عندي السيرش وكمان توصل للسيتنجز كل ده موجود عندي ثابت في اعلى وجهة المستخدم وهنا هتقلب تقدر تدخل في الستور وتقدر توصل للجيم باس واحدث الالعاب اللي اضافت وهنا الابديتس وكل ده هتلاقي موجود عندك في الصفحة بقت افضل واحسن بكتير من الوجهة القديمة وجهة المستخدم بقت اصرع كمان والتنقل وفتح الالعاب وفتح التطبيقات بقى اصرع بكتير من الاول التحديث الجديد درير متاح على موقع مايكروسوفت طب ازاي اقدر احصل عليه هتقدر تحصل عليه انك انت بتنزل عندك اكس بوكس انسايدر هوب بتدخل في المتجر عندك وتبدأ في سيرش تكتب اكس بوكس انسايدر هوب بعد ما بتكتب اكس بوكس انسايدر هوب بتبدأ تنزله عندك وتثبيته عندك وبيبقى في الدهاية موجود عندك الايكونة دي اللي مكتوب عليها Xbox Insider Hub بتدخل في Xbox Insider Hub وهنا بتيجي بتلاقي في البروفيل عندك هتلاقي مفيش اي مستوى موجود والمستوى ده بيزيد كل ما بتجاوب على الاسئلة اللي بتجيلك داخل لXbox Insider Hub هنا في الـ Activities هندخل في الـ Activities هتلاقي هنا في اسئلة بتجيلك الاسئلة دي انت بتجاوب عليها الاسئلة دي بتبقى عن تجربتك في استخدام الـ Xbox أو المشاكل اللي بتقابلك أو ايه الاضافات اللي بتتمنى انها تكون موجودة اسئلة بتبقى بسيطة وسهلة ومن السهل انك انت تجاوب عليها كل ما بتجاوب على الاسئلة اللي موجودة في الـ Activities بتلاقي في البروفيل عندك الـ Level بيزيد وهنا بعد كده بنوصل عند الـ Previews بندخل بعد كده في Xbox Update Preview بندخل في Xbox Update Preview وهنا بننزل ندخل في Manage بعد كده بتلاقي في عندك Xbox Update Preview Omega وفي Xbox Update Preview Delta انت بتختار Xbox Update Preview Delta بتضغط عليها Select وبعد كده بتنزل تضغط Select على Save بعد كده بيوصلك الـ Update الجديد أو الـ Software الجديد لو ما ظهرتش عندك Xbox Update Preview Delta تفحص الـ Activities اي اسئلة بتجيلك بتجاوب عليها ده بيزود الـ Level الخاص بيك وكل ما يزيد الـ Level كل ما بيبقى هنا متاح لك في الـ Previews انك انت تحصل على الـ Update الموضوع سهل وموضوع بسيط والموضوع يستاهل انك انت تحاول لان بصراحة الـ Software ممتاز وبالطريقة دي اي Software جديد من مايكروسوفت بيوصلك قبل وصوله او قبل نزوله على موقع رسمي لمايكروسوفت موضوع من مايكروسوفت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة